اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الاول بمدارس التعليم الفن التجاري والفندقي وطلاب التعليم والتدريب المزدوج في حلقة جديدة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية اليوم ان شاء الله نستكمل حديثنا عن موضوع مهم جدا وهو الموضوع الخاص بتسجيل العمليات في دفتر اليومية وهيكون محور اهتمامنا او هنركز على تسجيل العمليات الخاصة بالمسحوبات هنستكمل في حلقتنا اليوم تسجيل العمليات المتعلقة بالمسحوبات في دفتر اليومية الجزء التاني من حلقتنا ان شاء الله هنتعرف فيه على المهارة التالتة او الخطوة التالتة من خطوات الدورة المحاسبية وهي ترحيل العمليات من دفتر اليومية الى دفتر الاستاذ يبقى حلقتنا يكون مقسومة الجزئين هنستكمل حديثنا في الحلقة السابقة عن المسحوبات وكيفية تسجيل عمليات المتعلقة بالمسحوبات داخل دفتر اليومية ثم بعد كده نتعرف على الطريقة اللي هنرحل بها العمليات من دفتر اليومية الى دفتر الاستاذ احنا تعرفنا في الحلقات السابقة على ان عندي مجموعة من الخطوات او خطوات الدورة المحاسبية كما اطلقنا عليها ومجموعة الخطوات دي بتمثل مهارات بيقوم باجراءها ماسك الدفاتر او المحاسب خلال السنة المالية بهدف تحديد نتيجة اعمال للمنشاة من ربحة وخسارة وبيان المركز المالي عن سنة مالية بتبدأ في واحد واحد وتنتهي في واحد وثلاثين اتناشر من نفس السنة يعني تاخد سنة ميلادية اتناشر شهر يبقى كل اتناشر شهر عايزين نعرف هل المنشاة حققت ربح هل المنشاة حققت خسارة ايه هو المبالغ المستحقة على المنشاة ايه المبالغ المستحقة على المنشاة او ايه المبالغ المستحقة على المنشاة لدى الغير يبقى مال المنشئة من أموال وما عليها من أموال اللي أطلقنا عليه المركز المال قلنا عشان نقدر نوصل للهدفين دول بنمر بمجموعة من الخطوات اللي طبعا أطلقنا عليها خطوات الدورة المحصبية قلنا أول خطوة تحليل عملات من وقع الفواتير والمستندات إلى أطرافها المدينة والدينة وده طبعا طبقا لقاعدة القيد المزدوج ووفقا لمدخل تشخيص الحسابات المرحلة التانية أو الخطوة التانية من خطوات الدورة المحصبية وتسجيل لعملات في دفتر اليومية وتعرفنا على العمليات الخاصة بتمويل رأس المال إزاي نقدر نحل عمليات لأطرافها المدينة وأطرافها الدينة ونسجلها في دفتر اليومية تعرفنا على عمليات تمويل رأس المال أو تمويل المشروع عن طريق رأس المال أو عن طريق زيادة رأس المال وكذلك تمويل أنشطة المشروع عن طريق الاقتراض وفي الحلقة دي إن شاء الله هنكمل حديثنا عن المسحوبات الشخصية وهي خاصة بصاحب المنشاة الخطوة التالتة من خطوات الدارة المحاسبية وهي ترحيل العمليات من دفتر اليومية لدفتر الأستاذ وده يبقى محور اهتمامنا في الحلقة اليوم هنتعرف ازاي بنرحل العمليات من دفتر اليومية لدفتر الأستاذ بهدف تحديد رصيد كل حساب بعد كده بنمر بخطوات أخرى إلى أن نصل إلى الهدفين الخاصية بتوعنا في المحاسبة المالية هو تحديد نتيجة أعمال منشاة من ربحها قصارى وبيان المركز المال المنشاة يبقى أنا عندي مجموعة من الخطوات اللي هي خطوات الدورة المحاسبية أهلا في الخطوة التالتة وهي ترحيل العمليات من دفتر اليومية لدفتر الأستاذ تعالوا بقى نأول كده في البداية نتعرف على إيه هي المسحوبات والكيفية اللي بنسجل بها العمليات الخاصة بالمسحوبات داخل دفتر اليومي المسحوبات عزاء الطلاب هي عبارة عن كل ما يسحبه صاحب المنشاة من ممتلكات المنشاة لاستخدامه الشخصي أي حاجة يخد صاحب المنشاة هنا بنتكلم عن المالك صاحب المنشاة أي مبالغ يسحبها من ممتلكات المنشاة لاستخدامه الشخصي دي بتسمى مسحوبات طيب هل لها صور هل لها أشكال آه عندنا أشكال للمسحوبات ممكن صاحب المنشاة يسحب مبالغ من المنشاة ياخد فلوس نقدا أو ياخدها عن طريق البنك يعني نقدا يعني من خزينة المنشأة وياخد نقود ايضا او نقضية ولكن عن طريق البنك وديت ايضا تمثل مسحوبات وبيطلق عليها المسحوبات النقضية النوع التاني وهي المسحوبات في صورة عينية يعني صاحب المنشأة المنشأة تستغنى عن مجموعة من الاساس فياخدهم يوديهم السكن الخاص بي او في منزله المنشأة مثلا عندها سيارة فتستغنى عنها فيهديها لابن وهكذا دي اسمها مسحوبات في صورة اصول عينية طبعا غير البضاعة لان البضاعة هي قضيضا اصل عين لكن عندنا نوع تالت من المسحوبات والمسحوبات في صورة بضاعة طبعا البضاعة هي نوع السلعة اللي المنشأة بتتجر فيها واذا صاحب المنشأة سحب بضاعة لاستخدامه الشخصي له او لأسراته او لأي حد من اقاربه في الحالة دي بتمثل مسحوبات في صورة بضاعة وقلنا هنفرق بين نوعين بقى من المسحوبات اللي هي فصول بضاعة هل هو سحبها بسعر الشراء يعني التكلفة ولا سحبها بسعر البيئة المسخوبات بيفتح لها حساب إسم المسخوبات يبقى احنا قلنا للمسخوبات كل ما يسحبه صاحب المنشأة من ممتلكات المنشأة سواء كان تفسورة نغضية أو فصورة عينية فصورة أصول مثلا زيال السعرات والأساس أو فصورة البضاعة زي ما قلنا ممكن يسحبها بسعر الشراء اللي هو التكلفة أو بسعر البيئة هنفتح حسابها يسمى حساب المسخوبات المسخوبات ده حساب إيه؟ طبيعته إيه؟ المسخوبات حساب شخصي نوع حساب شخصي لأنه يدلل على صاحب المنشأة من اللي يقدر يصحب من ممتلكات المنشأة لاستخدامه الشخصي؟ هو صاحب المنشأة فقط يعني ما ينفعش موظف في المنشأة يسحب مبالغ من ممتلكات المنشأة سواء في صورة نقضية أو عينية أو في صورة بضعة لاستخدامه للشخصي في الحالة دي ما تبقاش طبعاً مسخوبات ليبقى إيه؟ يبقى دين عليه للمنشأة لأنه هو موظف في المنشأة أما إذا كان هو صاحب المنشأة فأي مبالغ ياخدها من المنشأة لاستخدامه الشخصي تبقى مسخوبات احنا عندنا حساب لصاحب المنشأة اسمه رأس المال ودي طبعاً الحساب اللي بيودع به أي مبالغ لتمويل المشروع أو لتكوير رأس المال إحنا أطلقنا على حساب رأس المال ومحدش يقدر يأثر فيه غير المالك أو صاحب المنشأة كذلك عندنا حساب المنشأة محدش يقدر يصحب لل Regina يوجي أي شيء لاستخدامه الشخصي إلا صاحب المنشأة وهنفتح له حساب اسمه المسخوبات وفي نهاية السنة بيتم إغفال المسخوبات في رأس المال يعني المسخوبات تؤدي إلى تخفيض رأس المال في نهاية السنة تمام؟ يبقى إحنا عايزة فهمنا كده إن المسخوبات حساب طبيعته حساب شخصي برافو وبطبيعته مدين لانه يمثل جانب الايه جانب الاخذ من ممتلكات المنشأة لاستخدام صاحب المنشأة او للاغراض الشخصية لصاحب المنشأة يبقى المسحوبات حساب شخصي اخذ هيكون مدينة باي مبالغ اسحابها صاحب المنشأة لاستخدامه الشخصي هنفتح حساب المسحوبات ومسحوباتها تكون مدينة وبالتالت طرف الاخر لو نقدم مثلا سحب نادل بلخزينة حساب حقيقي نقص البنك طبعا حساب شخصي اعطى ويكون دان وكذلك في حالة البضاء او في حالة الاصول العينية تعالوا نشوف مع بعض وناخد امثلة على انواع المسحوبات ونتعرف على الكافية اللي هنسجل بيها العمليات داخل دفتر اليومية الخاصة المسحوبات ثم بعد كده ننتقل للكافية اللي هنرحل بقى العمليات داخل دفتر الاستاذ من دفتر اليومية لدفتر الاستاذ تعالوا نشوف بيقول لي تعريف المسحوبات هي كل ما يسحبه طبعا صاحب المنشأة من ممتلكات المنشأة لاستخدامه في اغراضه الشخصية سواء كان في صورة نقضية او في صورة عينية او في صورة بضاعة بسعر الشراء اللي هو طبعا التكلفة او بضاعة بسعر المسحوبات كل ما يسحبه صاحب المنشأة من ممتلكات المنشأة لاستخدامه الشخصي سواء كان في صورة نقضية عن طريق الخزينة او عن طريق البنك أو في صورة بضاعة بسعر الشراء أو بسعر التكلفة أو بسعر البيع أول نوع عندنا من أنواع المسحوبات قلنا المسحوبات النقدية وهي طبعاً تمثل كل ما يسحبه صاحب المنشأة من مبالغ النقدية من خزينة المنشأة أو من حسابها الجاري بالبنك يعني بشيك مثلاً لاستخدامه في أغراضه الشخصية يبقى أي حاجة أي مبالغ هياخدها صاحب المنشأة من ممتلكات المنشأة لاستخدامه الشخصي ديها تمثل المسحوبات طيب عايزين ناخد بالنا من جزئية مهمة هي المسحوبات ديها لازم ياخد فلوس نقدة لا ممكن المنشأة تسدد مبالغ عن يعني المنشأة ممكن مثلاً تسدد مبلغ مثلاً فطورة الكهرباء الخاصة بالمنزل أو إيجار الشقة الخاصة بيه أو السكن الخاص بيه وفي الحال ده نبقى نطلق على المسحوبات ايه نقدة ونشوف بقى هل المبلغ تسدد بشيك أو تسدد نقدة ونبتدي تشوف الطرف الدين هو الخزينة ولا البنك تعالوا نشوف مع بعض مثال عشان نوضح لنا الكيفية أو يطلح لنا الكيفية اللي نسجل بها المسحوبات داخل دفتر اليومية المثال أول بيقول لي فيه خمسة واحد عشرين واحد وعشرين سددت المنشأة فطورة كهرباء منزل صاحب المنشأة بمبلغ خمسمائة جنيه نقدة ناخد بالنا ان بعض الطلاب هتلقبطه بيقول لك دفتر الكهرباء يبقى مصروف يبقى سجل في دفتر اليومية لأنها مصروف لا دفتر الكهرباء ايه المنزل بتاع صاحب المنشأة يبقى ما هوش مصروف ده دي مسحوبات نقدية ليه لانه هو خد من عندنا الخمسمائة جنيه وراح دفع فطورة الكهرباء اهم حاجة هو خد من المنشأة المنشأة دفعت له خمسمائة جنيه الحساب اللي اتقصى في المنشأة هو حساب الخزينة يبقى عند المسحوبات حساب مدين لأنه طبعا حساب شخصي اخذ ويكون مدين اما الخزينة فيكون حساب حقيقي نقص بمقدار قيمة الفطورة الكهرباء وبالتالي هيكون دائم القدع عندي في دفتر اليومية من حساب المسحوبات الى حساب الخزينة طبعا في المدين اكتب امام المسحوبات خمسمائة جنيه في عمود المبلغ وفي الدائم في خانة المبلغ اكتب خمسمائة جنيه امام الخزينة والعملية دي طبعا تمت في خمسة واحد اشتح القيد سادات فطورة كهرباء منزل صاحب المنشأة نقدر يبقى هنا العملية مفيش فيها اي حاجة تخص مصروف الكهرباء الا انه هم خدوا فلوس يعني صاحب المنشأة خد مبلغ خمسمائة جنيه وراح ضفع فطورة الكهرباء او المنشأة دفعت تانية بعانه يبقى من حساب المسحوبات الى حساب الخزينة عملية تانية بيقول لي في ستة منه سحب صاحب المنشأة مبلغ الف جنيه من خزينة المنشأة لنفقاته الشخصية خد الف جنيه من المنشأة لاستخدامه الشخصي يبقى في الحالة دي ايه يبقى عندنا هنا كده مسحوبات لان دي مبالغ اخدها صاحب المنشأة لاستخدامه الشخصي يبقى المسحوبات هتكون طرف مدين يبقى من حساب المسحوبات الف جنيه الى حساب برافو وخد المبلغ من خزينة يبقى الخزينة حساب حقيقي نقص وبالتالي هيكون دائم ويبقى القيد عندي من حساب المسحوبات 1000 جنيه الى حساب الخزينة 1000 جنيه اشرح القيد سحب صاحب المنشأة مبلغ نقدا لنفقاته الشخصية اسجل تاريخ العملية 6-1 تعالوا نشوف مثال كمان بيقول لي في 7 منه سددت المنشأة ايجار صاحب المنشأة او ايجار شقة صاحب المنشأة بمبلغ 2000 جنيه بشيء اخبالي عزق الطلاب ان احنا هنا سددنا ايجار بس مش ايجار خاص بالمنشأة ايجار خاص بصاحب المنشأة بفي الحالة دي مسحوبات على طول بكان بألفين جنيه بس المبلغ غيرا ندفع بشيء برافو عليك يعني عن طريق البنك في الحالة دي هيبقى حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون دائم القيد عندي من حساب المسحوبات الى حساب البنك 2000 جنيه في المدين 2000 جنيه في الدائم اشرح القيد صداد ايجار شقة صاحب المنشأة بشيء وسجل تاريخ العملية سبعة واحد تعال نشوف مثال كمان والمثال اللي بقعنا بيقول لي فيه تمانية منه سددت المنشأة مصاريف الجامعة الخاصة لابن صاحب المنشأة بمبلغ 10.000 جنيه بشيء يبقى كده ايه اللي اتضح لنا عزيزة الطلاب هو هياخد فلوس ويروح يعمل بقى اي حاجة اهم حاجة انه يكون هو خد من عندي مبالغ نقضية هو هنا خد 10.000 جنيه بشيء يعني منشأة داته شيء ب10.000 جنيه راحص دفع مصاريف الجامعة لابنه طيب يبقى في الحالة دي عزيزة الطلاب يبقى هنا مليش دعوة بقى انا من مصاريف الجامعة ان اللي خصيني دي تبقى ايه تبقى مسحوبات يبقى من حساب المسحوبات الى حساب دبشيك يبقى البنك حساب شخصي اعطى وهيبقى دائن يبقى من حساب المسحوبات الى حساب البنك 10.000 جنيه في المدين 10.000 جنيه في الدائن اشرح القيد سداد مصاريف الجامعة لابن صاحب المنشأة بشيك تاريخ العملية 8-1 تعالوا نشوف مثال كمان والمسال رقم 5 بيقول لي فيه في 9 منه اشترى صاحب المنشأة هدية لزوجته صاحب المنشأة اشترى هدية لزوجته طب احنا بلنا لو خاد المبلغ من عندنا من المنشأة يعني خاد المبلغ من خزينة المنشأة او من حساب الجار المنشأة بالبنك وسدد او دفع تمن الهدية يبقى في الحالة دي اتمناش دعو بلدي احنا نقول ايه هنقول مسحوبات نقدية يبقى في الحالة دي اتمناش ترى هدية لزوجته ببلغ 900 جنيه بس سدد نقدم منين المبلغ 900 جنيه دي سدد منين سدد من خزينة المنشأة يبقى دي مسحوبات نقدية يبقى القيدة عندها يبقى من حساب المسحوبات الى حساب الخزينة 900 جنيه في المدين 900 جنيه في الدائن اشرح القيدة شراءة دي لزوجة صاحب المنشأة مقدن بتاريخ 9-1 يبقى دي نوع من انواع المسحوبات وهي المسحوبات في صورة نقدة او المسحوبات النقدية يا اما نقدة عن طريق الخزينة يا اما نقدة عن طريق البنك زي ما احنا كده شايفين عزيزي الطلاب العملية بسيطة وسهلة انا عندي المسحوبات حساب مدين بطبيعته حساب شخصي وطبيعته هيكون مدين طبعا لاني هو هيمثل النقص فيه حقوق ملقية ايه اصحاب المنشأة او المالك يبقى المسحوبات هيبقى حساب شخصي اخذ هيبقى مدين وبالتالي هيكون الطرف المدين وزي ما احنا شفنا كده اهم شيء ان صاحب المنشأة خاد مبالغ من المنشأة انا مليش دعوة اشتر هدية لزوجته سدد ايجار الشقة دفع المصاريف الدراسية الابن وهم حاجة واخد من عندي المبالغ ايه لو خاد المبلغ نقدة يبقى ايه لحساب الخزينة خاد المبلغ بشيء يبقى ايه لحساب البنك وهنا طبعا مش حافظ الخزينة حساب حقيقة يكون نقص وبالتالي هيكون دائم اما البنك هيبقى حساب شخص اعطى وبالتالي ايضا هيكون دائم النوع التاني من المسحوبات وهي المسحوبات في صورة اصول عينية تعالوا تشوف النوع التاني من انواع المسحوبات اللي هي المسحوبات في صورة اصول عينية لكن قبل ما نروح معنا اه تمرين او مثال بيقول في عشرة منه اشترى صاحب المنشأة تذكرة او تذكرة لمشاهدة احدى المباريات من مبلغ 300 جنيه نأدا من خزينة المنشأة ده مثال على المسحوبات النقدية هو أخذ من الخزينة 300 جنيه واشترى بها تذكرة يبقى دي مسحوبات نقدية يبقى من حساب المسحوبات أيضا إلى حساب الخزينة 300 جنيه جنيه ليها ط coaching في المبلغ في المدين وكذلك حساب الخزينة في المبلغ في الدين واشي في القيد شراء المالك اللي هو طبعا المالك اللي هو صاحب المنشأة تذكرة لمشاهدة إحدى المباريات وطبعاً تم عملية نغداً يبقى الطرف الدينة يكون حساب الخزينة التاريخ بتاع العملية يكون عشرة واحد عندنا نوع تاني طبعاً زي ما أوضحنا عزيزي الطلاب وهي المسخبات في صورة أصول عينية أصول عينية زي السيارات والأساس والألات والأجهزة والمعدات ممكن صاحب المنشأة المنشأة تستغنى عن جزء من الأساس الموجود عندها فيرسله للمنزل الخاص به أو المنشأة تستغنى عن سيارة فيديها لابنه مثلاً أو ينقل ملكيتها لنفسه أو لابنه يبقى في الحالة دي هتبقى هنا المسخبات مايش نغداً ده هو خد أصل من الأصول المملوكة للمنشأة الأصل ده في الحالة ده يحصل له إيه؟ بربع عليك الأصل ده يعني ممتلك والممتلكات حسابات حقية هتنقص تيجي إيه؟ هتيجي دائنة ولما تيجي الأصل لما ينقص اللي هو أخصاب حقيقي ينقص تيجي إيه؟ دائنة بالطرف المدينة للقيد طبعاً المسخبات يبقى كل ما يصحب صاحب المنشأة أي شيء لاستخدامه الشخصي هيكون عند الطرف المدينة سمحساب المسخبات والمسخبات حساب شخص عزاء الطلاب كل ما يأخذ لأنه كل ما يصحب يعني أخذ صاحب المنشأة يصحب يعني يأخذ وكذا فالمسخبات هتكون مدينة بالمبلغ إلى حساب طبعاً أو الطرف الدهم في الحالة دي هيبقى الأساس اللي سحبه أو الصيارة أو الأجهزة مثلاً زي كهاز كمبيوتر مثلاً أخذوا من المنشأة أرسله لمنزله أو أهداء لابنه أو المؤمن أنه أخذ إيه من المنشأة في الحالة دي ما أخذش فلوس بقى ما أخذش نقداً ولا أخذ مبالغ من النقضية بالخزينة ولا أخذ نبالغ نقضية من البنك هو هيكون أخذ أصل من الأصول السابتة أو الممتلك من الممتلكات غير النقضية اللي موجودة في المنشأة زي الأساس والأجهزة والمعدات وبالتالي هيكون المسخبات طرف مدين أما الأصول أو الحسابات الرقية دي تكون طرف دائن تعالوا نشوف مع بعض المسال عشان يتضح لنا الأمر في المسال رقم واحد بيقول لي فيه واحد اتنين ألفين واحد وعشرين صحب صاحب المنشأة جزء من أساس المنشأة مجموعة من الكراسي مثلاً عنده مثلاً مكتب ومجموعة كراسي مش محتاجة في المنشأة طيب عمل إيه بقى؟ أرسلها لمنزله أو أخذها للمنزل عنده للاستخدام الشخصي في الحالة دي تكون عنده طبعاً حساب المسحوبات حساب شخصي أخذ ويكون مدين والأساس يكون حساب طبعاً حقيقي نقص ويكون دائن والقد عنده يكون من حساب المسحوبات إلى حساب الأساس المبلغ المدين ألف جنيه والمبلغ الدائن أمام الأساس طبعاً ألف جنيه وطبعاً هيكون شرح القد سحب جزء من أساس المنشأة لاستخدامه الشخصي أسجل تاريخ العملية لا ننساش أعزائي الطلاب واحد اتنين تعالوا نشوف مثال كمان نو بيقول لي في المثال التاني في اتنين منه استغنت المنشأة عن سيارة يبقى ناخد بالنا المنشأة استغنت عن سيارة تكلفتها 20 ألف جنيه فصاحب المنشأة عمل اي بقى نقل صاحب المنشأة ملكيتها لابنه طيب يبقى نقل ملكيت السيارة من المنشأة لابنه يبقى في الحالة دي يدي مسحوبات ايه في صورة اصول عينية يبقى عند الطرف المدينة يكون المسحوبات والطرف الدائن هو طبعا مرافو عليكم السيارة هساب حقيقي نقل سيكون دائن ودي مسحوبات في صورة اصول عينية غير البضاء طبعا هنقول من حساب المسحوبات الى حساب السيارة بتكلفة السيارة وهي 20 ألف جنيه اشتح القيد نقل بالكيد احد سيارات المنشأة لابن صاحب المنشأة في تاريخ اتنين اتنين تعالوا نشوف نوع ثالث او النوع الثالث من انواع المسحوبات وهي المسحوبات في صورة بضاعة لكن نركز معايا ايه هي البضاعة البضاعة احنا قلنا قبل كده ان هي نوع السلعة اللي المنشأة بتتجر فيها يعني ايه المنشأة بتتجر فيها يعني بتشتريها بغرض البيع بتشتريها عشان تقيد باعها طيب لو اشترتها بنفتح لها حساب اسم وخصاب المشتريات زي ما وضحنا في الحركات السابقة وبيكون ايه مدي طيب لو بعت البضاعة بتباعة بسعر تاني غير السعر اللي اشترته بيه وفي الحالة ديها هيكون ايه هنفتح حساب اسم وخصاب المبيعات ويكون دا يبقى اصبح المشتريات بتمثل الطرف المدينة الخاص بشراء البضاعة والمبيعات بتمثل الطرف الدائن الخاص ببيع البضاعة يبقى عندنا حسابين للبضاعة لو اشترينا البضاعة هنفتح على حساب اسم وخصاب المشتريات ويكون مدين ولو بيعنا البضاعة نفتح حسب اسمه حسب المبعات ويكون دائن وأوضحنا لأن طبعا المشترك بتؤدي إلى زيادة البضاعة والبضاعة حسب حقيقي لما يزيد يكون مدين وكذلك البيع بيؤدي إلى نقص البضاعة والبضاعة طبعا حسب حقيقي لما ينقص يكون دائن لكن فيه فرق من سعر الشراء وسعر البيع طيب لو صاحب المنشأة أخذ نوع حاجة من اللي بيتاجر فيها في المنشأة وليكن مثلا صاحب المنشأة دوت عنده معرض سيارات فأخذ سيارة من اللي موجودة في المنشأة يبقى السيارات بالنسبة للمعرض للسيارات إيه؟ السيارات اللي بيتاجر فيها تبقى بضاعة أخذها لنفسه أو لابنه أو لزوجته يبقى في الحالة دي السيارة ده تبقى إيه؟ هتبقى بالنسبة له بضاعة ينطلق عليها مشتريات ينطلق عليها مبعات إحنا لما بنيجي نسجل بقى المسهومات في صورة بضاعة بمفرق هل المنشأة أو هل المحاسب هيسجلها أو المنشأة قد القرار أن يتسجل المسهومات في صورة بضاعة الخاصة بصحب المنشأة بسعر شراءها يعني بالتكلفة ولا بسعر البيئة طيب إيه اللي هيفرق أنا أقولك لو هنسجلها بسعر الشراء يبقى الطرف المدينة عندي هيكون طبعا المسهومات ما فيش مشكلة لأن كده كده أي عملية فيها مسهومات لازم الطرف المدينة بتاعها إيه؟ المسهومات لكن الطرف الدائن لو هنسجل البضاعة بسعر الشراء أو التكلفة هيكون الطرف الدائن حساب المشتريات يبقى المشتريات مش هتبقى مدينة في الحالة دي هتبقى داينة يبقى القرار عندي من المسهومات إلى حساب المشتريات دا إمتى لو هنسجل البضاعة بسعر الشراء أو بسعر التكلفة يعني التكلفة زي الشراء قال لي بسعر الشراء زي ما يقول لي بالظبط بسعر التكلفة طب لو قال لي بسعر البيع يبقى في الحالة دا أقول من المسهومات إلى حساب المبعاة يبقى طريق التسجيل البضاعة او المسحوبات في صورة بضاعة داخل دفتر راومية هتختلف باختلاف هل هنسجلها بسعر الشراء اللي هو سعر التكلفة ولا هنسجلها بسعر البيع لو هنسجلها بسعر الشراء عزيزي الطلاب اللي هو طبعا سعر التكلفة هنقول من المسحوبات الى حساب مرافع عليك الى حساب المشترات ولو هنسجلها بسعر البيع يبقى هنقول من حساب المسحوبات الى حساب المبعات تعالوا نشوف مع بعض امثلة على المسحوبات في صور البضاعة وده مهم جدا وبيجي كتير عليه النقاط في الاختبار لركز ونقب بالنا من الموضوع الخاص بالمسحوبات تعالوا نشوف مع بعض عزيزي الطلاب مثال بيقول لي في خمسة اتنين عشرين واحد وعشرين سحب صاحب المنشأة بضاعة سعر شراؤها تلتميت جنيه لاستخدامه الشخصي نقب بالنا ده قل سعر شرائها سعر شرائها يعني يا عزيزي الطلاب يعني سعر الشراء سعر شراء اوه اللي هو سعر الشراء يعني احنا عايزنا نسجل البضاعة اللي هي صاحب المنشأة سحابها اللي هي مثلا السيارة لو هو مثلا سحب هو عنده معرض اساس عنده معرض سيرات وخد سيره له او لزوجته او لأحد ابنائه يبقى في الحالة دي السيارة هتبقى ايه هتبقى نوصل على البتاجر فيها هتبقى ايه بضاعة يبقى في الحالة دي هنقول من حساب المسحوبات الى حساب بسعر شراءها يبقى الى حساب المشتريات يبقى لما يقول لسحب صحب المشتريات ببعض سعر شراءها اقول من حساب المشتريات لان حساب المشتريات حساب شخصي اخذ ويكون مدين الى حساب المشتريات اللي هي ب300 جنيه لان طبعا المشتريات حساب طبيعته مدين ولما صحب المشتريات هياخد حاجة بسعر الشراء يبقى خفض المشتريات لانه خدل نفسه يبقى في الحالة دي المشترات هتيجي ايه ده ان القيد عندي هيكون من حساب المسعوبات الى حساب المشتريات بتلتميت جنيه في المدين تلتميت جنيه في الدين اشرح القيد سحب صاحب المنشأة والمالك بضاعة بسعر الشراء اسجل تاريخ العملية خمسة اثنين تعالوا نشوف مثال كمان والمثال التاني بيقول لي في ستة منه يعني من نفس الشهر ومن نفس السنة اهدى صاحب المنشأة احد اقاربه بضاعة تكلفتها 600 جنيه اجي بقى عند حتة ايه بضاعة تكلفتها شد خطين كده طالما قال لي تكلفتها يبقى حساب المشتريات يبقى ان المسعوبات بسعر الشراء يعني سعر الشراء هو نفسه سعر التكلفة يعني لما اجي سجل مسعوبات بضاعة بسعر الشراء زي نفس الطريقة اللي هسجل بيها مسعوبات البضاعة بسعر التكلفة يعني القيد عندي يكون من حساب المسعوبات الى حساب برافو المشتريات والقيد عندي في دفتر يومية من حساب المسعوبات الى حساب المشتريات 600 جنيه في المدين 600 جنيه في الدائن اشرح القيد سحب صاحب المنشاة بضاعة بسعر التكلفة اسجل تاريخ العملية 6 اتنين تعالوا نشوف مثال كمان اعزائي الطلاب بيقول لي فيه تمانية منه اهدى صاحب المنشاة اهدى صاحب المنشاة احد اصدقائه بضاعة سعر بيعوها 1100 جنيه يعني صاحب المنشاة ادى احد اقاربه او احد اصدقائه بضاعة سعر بيعوها 1100 جنيه السعر بيعها يبقى المفروض الطرف هدى نبقى ايه الى حساب المنشاة المدينة دي مسحوبات لان صاحب المنشاة خد بضاعة من ممتلكات المنشاة لاستخدامه الشخصي اهداء بقى لاصدقائه اهداء الاحد اقاربه المهم انه هو خده لنفسه يبقى في الحال ده نقول من حساب المسحوبات الى حساب المبيعات ليه المبيعات لانه قل البضاعة بسعر البيع يبقى القيد عندي هيبقى من حساب المسحوبات 1100 جنيه الى حساب المبيعات 1100 جنيه سحب صاحب المنشاة دي شرح القيد بضاعة بسعر البيع وسجل تاريخ العملية 8 اتنين تعالوا نشوف مثال كمان اعزائي الطلاب وفي المثال الرابع بيقول لي في 9 منه يعني 9 من نفس الشهر من نفس السنة سحب صاحب المنشاة بضاعة سعر بيعوها 500 جنيه لاستخدامه الشخصي يبقى هو سحب هنا ايه بضاعة تمام يبقى هنقول بقى هندور هيبقى بسعر البيع ولا بسعر الشرقة والتكلفة ده بسعر البيع يبقى لازم اقول الا حساب المبيعات يبقى القيد عندي عزائي الطلاب هيكون من حساب المسحوبات الى حساب المبيعات 500 جنيه في المدين 500 جنيه في الدائم واشح القيد سحب صاحب المنشاة بضاعة بسعر البيع وسجل تاريخ العملية 9 اتنين من نفس السنة اللي احنا طبعا لما اقول لي فيه 9 منه يعني من نفس الشهر من نفس السنة دي الطريقة عزائي الطلاب اللي بسجل بيها العمليات المتعلقة بالمسحوبات داخل دفتر اليومية يبقى احنا كده تعرفنا على المسحوبات تعريف المسحوبات قلنا يا كل ما يسحبه صاحب المنشاة من ممتلكات المنشاة لاستخدامه الشخصي بعد كده تعرفنا على انواع المسحوبات قلنا عندنا مسحوبات نقدية سواء كانت عن طريق الخزينة او عن طريق البنك يعني سحب مبالغ نقدية من حساب المنشاة في الخزنة من خزنة المنشاة الموجودة داخل المنشاة او من حساب المنشاة في البنك لأي سبب بيسدد فطورة يسدد مصاريف الدراسة لابنه يسدد مثلا ايجار شقة يسدد اي مبالغ مستحق عليه بشيك او عن طريق الخزينة المهم ان هو يكون عندي صاحب المنشاة اخد من عندنا من المنشاة من عندي اخد ايه اخد مبالغ نقدان سواء خزينة او من خزينة او من حسابنا الجاري في البنك النوع التاني قلنا ايه يصحب اي حاجة عينية اي اصول زي يكون فيه سيارة مثلا في المنشاة يقوم يهديها لابنه مثلا او ينقل ملكيتها لابنه السيارة ملك المنشاة من ممتلكات المنشاة ينقلها لابنه مثلا يكون فيه جهاز كمبيوتر مثلا موجود في المنشاة فيبعاته للبيت عنده يكون عنده مثلا مجموعة من الأساس مثلا طربيزات أو مكاتب أو مشابه زلك شوية كراسي كده أو طربيزات موجودين أو دواليب مثلا فيلاقي المنشئة مش محتاجة في حاجة فأقول ايه أنا هبعتها للبيت عندي أستفيد منها يبقى في الحالة دي تعتبر مسحوبات في صورة عينية وطبعا المسحوبات الأصول دي تكون لها بتنقص لأنها حسابات حقيقة فبتيجي دائنا يبقى القيدة عندي يبقى من المسحوبات إلى اسم الحساب أو اسم الأصل اللي نقص من المنشئة النوع الثالث وضحنا المسحوبات في صورة بضاع وقلنا عندنا مسحوبات في صورة بضاع لما بدينا نسجلها يأما بسعر الشراء اللي هو التكلفة أو بسعر البيع لو بسعر الشراء هنقول إلى حساب المشتريات أو بسعر التكلفة هنقول برضو إلى حساب المشتريات لكن لو بسعر البيع هنقول إلى حساب المبعات عندنا حاجة مهمة جدا عزاء الطلاب هي دفتر الأستاذ الجزء الثاني بقى الخاص بتاعنا اللي هو خاص بإيه خاص بان احنا هنعرف ازاي بنرحل القيود او العمليات من دفتر يومية لدفتر الاستاذ ومننساش ان دي الخطوة التالتة من خطوات الدورة المحسبية لكن انا عايز افهم انا ليه برحل عمليات في دفتر الاستاذ او ليه المنشأة بتستخدم دفتر الاستاذ زي ما وضحنا قبل كده ان احنا عندنا في الطريقة الايطالية عندنا دفترين يعني الطريقة الايطالية بتعتمد على دفترين فقط وهو دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للاستاذ تعرفنا بقى على شكل دفتر يومية عايزين تعرف على شكل دفتر او صفحات دفتر الاستاذ وازاي بقى بنرحل عمليات من دفتر يومية لدفتر الاستاذ انا بجمع او ببوب كل الحسابات يعني انا عندي مثلا حساب الخزينة عمليين نشتري حاجات ونبيح حاجات نقضا ونصرف نسدد مبالغ ونحصل مبالغ نخطها في الخزينة مش احنا محتاجين نعرف رصيد الخزينة كم يعني عمليين نقول او دعنا مبالغ في الخزنة سحبنا مبالغ من الخزنة الخزنة عملة تزيد وتنقص تزيد وتنقص طيب تقدر تقولي الخزنة رصيدة كان دلوقتي ما حد بش يقدر يجاوبني عن السؤال دو إيه لحساب الخزينة في دفتر الأستاذ يبقى أنا بفتح دفتر الأستاذ ليه علشان أقدر أحدد أو أجمع كل العمليات اللي أثرت على حساب أو كل الحسابات كل حساب لوحده يعني أجيب بس حساب الخزينة أجيب كل العمليات اللي أثرت عليه سواء بالزيادة أو النقص في صفحة كده لوحده وسمي حساب الخزينة كذلك رأس المال كل الحسابات اللي ظهرت في دفتر يومية كل المصرفات كل الإراضات كل الخسائر كل الحسابات المشتريات المبعات كل الحسابات الخزينة البنك الأساس الألات كل الحسابات اللي ظهرت في دفتر يومية بفتح لها صفحة وأكتر داخل دفتر الأستاذ الهدف إن أنا جمع المبالغ اللي الحساب دي يجيبه مدين والمبالغ اللي يجيبه دائن والفرق بينهم بين المبالغ اللي بيجيبه الحساب مدين والمبالغ اللي بيجيبه الحساب دائن هيكون هو رصيد الحساب تعال ناخد مثال حساب الخزينة مثلا حسابين مثال لما بيزيد بيكون مدين ولما بيانكس بيكون دائن الزيادة في حساب الخزينة معناه ايه ان في مبالغ دخلت في الخزن والناص في حساب الخزينة معناه ان في مبالغ خرجت من الخزن طب أنا عايز أعرف الخزنة فيها كام بروفع عليك أشوف المبلغ اللي دخلت قد إيه يعني كام المبلغ اللي جيبها حساب الخزينة مدين والمبلغ اللي جيبها حساب الخزينة دائن والفرق بينهم هيبقى راسية حساب الخزين كل الحسابات تعمل معها نفس الطريقة داخل دفتر الأستاذ دفتر أستاذه عبارة عن سجل سجل اللي بتصمم صفحاته على شكل حرف تي شكل حرف تي وبترحل إليه العمليات لكل حساب من الحسابات الوارد اسمها داخل هذا الدفتر من واقع دفتر اليومية العامة طبعا زي ما وضحنا لأن احنا شغالين في الطريقة لإيه الإيطالية قلنا الطريقة الإيطالية بتعتمد على دفترين دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ يبقى أنا هرحل عاملات من دفتر يومية للدفتر الأستاذ بطريقة بسيطة أول حاجة بروح على دفتر اليومية وبص على القيد واسأل نفس السؤال الأول القيد ده أو الحساب اللي أنا بعمله صفحة لدفتر الأستاذ عمليات اللي تخص حساب الخزينة من دفتر يومية لدفتر الأستاذ هو يسأل نفس سؤال هو حساب الخزينة موجود في القيد ده أو اللي مش موجود لو موجود يبقى القيد ده يرحل لحساب الخزينة لو مش موجود يبقى ما يرحلش واكذا دي السؤال الأول هل القيد أو هل الحساب هل القيد اللي أنا هرحله دفتر الأستاذ ده أو لحساب الخزين ده موجود في حساب الخزينة لو اللي جابة نعم موجود يبقى أنا هرحله لحساب الخزينة اجب القد الي بعد ذلك. طيب. الحاجة الثانية. حساب الخزينة في في القد ذه؟ مدين ولا دائن؟ Ironic wicara' Derkzeit' المدين. لو دائني. But IMAI ADVAC gepler in BY לה السؤال الثالث. هنا مدين بكام؟ ده مين dhaَ حساب الخزينة اللي انا براحوله لقاملات من الضفتر في oceans. هو مدين بكم؟ مدين المبلغ امام حساب الخزينة في القيد. نأخذ بالنا. اللي هوا أمام الخزينه يبقى حروق جاي واغد المبلغ ناقله بعد كده السؤال والربع هو مدين لمين أخد اسم الطرف المقابل لو الخزينه في الجانب المدين هاخد اسم الطرف الايه الدائن لو الخزينه في الطرف الدائن هاخد اسم الايه الطرف المدين تعالوا نشوف مع بعض اه دافتر الأستاذ وشكل صفحة من صفحات دافتر الأستاذ والطريقة اللي هنرحل بقى لعمليات من دافتر يوميا لدافتر أستاذ وناخد بالنا عزاcharged طلاب لأنه دي سؤال مهم بيجيلي في الاختبار سؤال على دفتر يومية ويقول لي صور حساب أو أكتر داخل دفتر الأستاذ لكن أخب بالي أن كل الحسابات اللي ورد اسمها في دفتر يومية بيفتح لها حسابات في دفتر الأستاذ. تعال نشوف ايه هو دفتر الأستاذ والكيفية اللي نرحل بقى العملات من دفتر يومية إلى دفتر الأستاذ. بيقول لي دفتر الأستاذ هو سجل بيضم جميع حسابات المنشأة وبترحل إليه العمليات من واقع دفتر اليومي زي ما أوضحنا هو سجل دفتر كده له تصليم معين صفحاته متصملة بشكل معين هنشوفها وبترحل إليه العملات من واقع دفتر اليومية العامة وبيتم تجميع هذه العمليات كلها كل العملات تخص مثلا حساب الخزينة بنجمعها لأنها طبعا بتبقى عمليات متشابهة ومتربطة وبيمكن إيه من خلاله أو بيمكن هذا الدفتر أو هذا الحساب من تحديد الرصيد الخاص به داخل دفتر الأستاذ كل فتر زمنية محددة ممكن شهر ممكن في نهاية السنة ولكن في الغالب كل شهر مثلا بيبقوا عزين يعرفوا حساب الخزينة الدقيق أو ممكن بشكل يومي لو عزين يعرفوا حساب الخزينة بشكل يومي بيبتدوا يرصدوا وطبعا الرصيد هو عبارة عن الفرق بين مجموع المبالغ المدينة والمبالغ الدينة للحساب تعالوا نشوف شكل صفحة من صفحات دفتر الأستاذ دي شكل صفحة من صفحات دفتر الأستاذ ذا ما احنا شايفين عندنا جانب منه للجانب المدينه يعني ناقوم باللن أن احنا على شكل حرفتي هذا الجانب المدينه وهذا الجانب الداء هنا كدا حقا شرطة اقولنا حساب نكتب اسم الحساب يعني مثلا انا هصور حساب الخزينة هكتب هنا في الخزينة هصور حساب البنك absolument هكتب هنا حساب البنك صور حساب رأس المال اكتب رأس المال واندي طبعا عمود للمبلغ وعمود للبيام برحل فيه اسم الترف المقابلي يعني مثلا لو الخزينة في الجانب المدين فانا بنقل اسم الطرف الدائن ولو الخزينة في الجانب الدائن بنقلنا في الجانب له اللي هو الجانب الدائن بس بنقل اسم الطرف المدين يبقى دي شكل صفحة من صفحات دفترونية ناخد بنا من الخط النصمر ده اسم الصفحة الجانب منه وجانب له ومنه ده المدين ولود الدائن وعندي داخل منه فيه خانة للمبلغ وخانة في البيان وخانة في التاريخ للتاريخ ونفس الخانات موجودة في جانب له مبلغ وبيان وتاريخ. تعال نشوف شكل صفحة كده. الحساب الخزينة مثلا ده شكل صفحة هوت. زي ما احنا شايفين لحساب رأس المال داخل دفتر الاستاذ. ادي مبلغ و ادي بيان و ادي تاريخ ده الجانب المدين و ادي الجانب الدائن. و زي ما احنا شايفين في الجانب المدين عندي طبعا من مزكورين من حساب الخزينة. ده المبالغ اللي جات بها رأس المال دائن. طيب و ما فيش مبالغ جيبها رأس المال ايه مدين وبالتالي هيكون رصيد حساب رأس المال هو الفرق من الجانبين طبعا رأس المال حساب دائن طبيعته دائن يبقى لازم مجموعة جانب الدائن 120 ألف 120 ألف والفرق طبعا ما فيش مبالغ غير 120 من سفر هدين 120 دي شكل صفحة وطبعا بيقول رصيد مرحل بنساوب الجانبين وبعدين يجيب رصيد منقوله وناخد بالنا ان الرصيد المنقول ده هو اللي بيدلل على طبيعة الحساب يعني لو حساب طبيعته دائن زي رأس المال يبقى لازم المنقول في الجانب حساب رصيده المنقول في الجانب الدائن طب لو الحساب طبيعته مدين زي الخزينة هللاقى رصيده المنقول في الجانب المدين تعالوا نشوف مع بعض صفحة كمان من صفحات دفتر الأستاذ لحساب الخزينة وعند طبعا جانب مدين وجانب دائن ولحظ أعزائي الطلاق ان الحساب اللي طبيعته مدين بلا ان الرصيد المرحل في الجانب الدائن والمنقول في الجانب المدين لو الحساب مدين يبقى لازم رصيده المنقول في الجانب المدين ورصيده المرحل في الجانب الدائن هنعرف بقى ازاي بالرحل العمليات دي من دفتر اليومية لدفتر الاستاذ تعالوا نشوف مع بعض التدريب ونشوف في التدريب اللي معانا بيقول لي فيما يلي دفتر يومية منشئة الصبر والمطلوب منك تصوير كل من حساب الخزينة وحساب رأس المال بدفتر الاستاذ تعالوا معايا كده مع بعض بقى هنروع على طول نسطر حساب الخزينة وحساب رأس البيان هنبدأ بحساب الخزينة الاول وركز معايا انا اول صفحة هنستر صفحة من صفحات دفتر الاستاذ لكن انا هكتفي بالاعمدة اللي هي الخاصة بالمبلغ والبيان يعني مش اعمل خنة للتاريخ في المنشئة طبعا يبقى في خنة للتاريخ ورقب الصفحة وكذا احنا عايزين بس البيانات الاسسية اللي هي المبلغ وكذلك المبلغ والبيان والمبلغ والبيان انا عندي ده الجانب منه يعني هو الجانب المدينة يعني ممكن بدل مكتب منه اكتب مدين وهنك بدل مكتب له اكتب ايه دا ما هو منه يعني مدين وله يعني ايه دا طيب هبتدي اكتب بقى هنا اسم الحساب اللي هو الحساب اللي طلبه اللي هو الاول حساب حساب الخزينة مرافو ادي حساب الايه الخزينة ذلك حساب الخزينة حسب طبيعته او ايه ? حساب طبيعته او مدينة يجب تكون مجموعة الجانب�도 ي называется مفعله pengربعه معناه المبلغ اللي خرجت. فما ينفعش اللي خرج يكون اكتر منين من اللي داخل. يعني ما ينفعش الخزينة بقى فيها مية الف. دخالها مية الف واخرج منها مية واحد الف. ما ينفعش. يبقى على دايما الحساب لطبيعته مدين. دايما نلاقي مجموعة جانب المدين. مساول الدائن او المدين اكبر منين من الدائن. مش هلاقي الدائن اكبر من المدين. اروح بقى على دفتر اليومية. وبص الاول قيد. اسأل نفسي اول سؤال. هو الدفتر ده او القدة في حساب الخزينة ايوه في حساب الخزينة برافو يبقى القدة هيرحل لحساب الايه هيرحل لحساب الخزينة السؤال التالي الخزينة هنا مدينة ولا دينة برافو الخزينة ايه مدينة طيب يبقى القدة هيرحل فين في الجانب المدين بص معي على الورقة يبقى هسجل هنا هيرحل القدة في الجانب المدينة ليه أس الخزينة هنا فين مدينة في القيد طيب اروح جاء سأل نفس السؤال التالي الخزينة مدينة كام؟ اروح كده على الخزينة المبلغ اللي امامها خمسين الف جنيه يبقى كده على طول يبقى انا هسجل في المبلغ في المدينة نوعها على طول كده المبلغ اللي امام الخزينة خمسين الف جنيه طب الخزينة مدينة المين؟ مدينة للطرف الدائن اللي هو مين في القياد؟ بص معايا كده ده رأس المال يبقى اخد اسم الطرف الايه؟ الدائن اللي هو الى حساب رأس المال يبقى انا كده عملها بسيطة اول سؤال سؤالته النفس الخزينة مدينة ولا داينة قلت مدينة يبقى روكت سجلت في الجانب المدين مدينة بكام خدت المبلغ اللي قدامها 50 الم مدينة لين خدت اسم الطرف المقابل اللي هو رأس المال تعالوا نشوف قيد كمان وبيقول لي من حسب المشترات الى مذكورين وفي الخزينة داينة في الطرف الدائن بتلت تلاف يبقى القيد دا في خزينة آه برافو يبقى هيتصرح حل الحساب للخزينة طيب الخازنة مدينة ولا داينة دا الخازنة داينة داينة بقم بتلات تلاف يبقى رأى Option في الجانب الدائم واخد المبلغ اللي قدام الخزنة اللي هو تلات تلاف جنيه واكتب تلات تلاف طيب داينة مين أخد اسم الطرف الزيه المقابلي اللي هو الخازنة في الطرف الداخلي بياخد اسم الطرف مين المدينة اللي هو من حساب Those payer يا تب اكتب من حساب المشتريات. يبقى انا خط المبلغ اللي قدام الحساب اللي انا بصوره اللي هو الخزينة اللي هو تلات تلاف جنيه. باسم الطرف الايه? المقابل الخزينة في الطرف الدين. خدت اسم الطرف المدين اللي هو من حساب المشتريات. تعالوا نشوف اعزاء الطلاب القيد اللي بعده. القيد اللي بعد بيقول لي ايه? من حساب الخزينة الى مسكورين. طيب السؤال الاول هو القيد ده في حساب الخزينة اه طب الخزينة مدينة ولا دينة مدينة يبقى انا اسجل العملية دي فين في حساب الخزينة في الجانب المدين طيب مدينة بكام مدينة بسبع تلاف جنيه المبلغ اللي قدام هي يبقى هكتب في الجانب المدين هنا في حساب الخزينة سبع تلاف جنيه طب مدينة المين هاخد اسم الطرف اداء طب ناخد بالنا كده مع بعض الطرف اداء الى مزكورين حساب ارادات ارادة خدمات وحساب ارادة عقراء طب انا ما عنديش بقى حساب واحد يبقى اخد العنوان يبقى اقول الى مذكورين يبقى امام السبع تلاف جنيه في خانة البيان اكتب عنوان الطرف الدائن الى مذكورين اللي هو اكتر من حساب. يبقى انا كده رحلت القيد دوت ليه حساب الخزينة. القيد اللي بعده. تعالوا نشوف. فبيقول لي من مذكورين. حساب مصروف الكهرباء وحساب ايجار الى حساب الخزينة. طب تمام. القيد ده فيه خزينة ولا ما فاشش? فيه. طب الخزينة هنا بقى. في الطرف الدائن ولا في الطرف المدين? في الطرف الدائن. يبقى القيد ده هيرحل لحساب الخزينة في الطرف الدائن. في الجانب الدائن من حساب الخزينة. طب المبلغ القدام حساب الخزينة كام? سبعمية جنيه. يبقى اكتب في الجانب. الدائن سبعمية جنيه. طب الخزينة داينة. داينة مين? للطرف الايه? المدينة. الطرف المدينة هنا عندي اكتر من اين? اكتر من حساب يبقى اخد عنوان من مذكورين. يبقى انا سجلت المبلغ اللي امام الخزينة باسم الطرف المقابل لحساب الخزينة في الجانب اللي الخزينة فيه مدينة او دائن خزينة هنا داينة فسجلت في الجانب الدائن واقول بقى من مزكورين اللي هو عنوان الطرف المدينة تعالوا نشوف للقيدي التالي هل في خزينة ولا لاوا بيقول لي من حساب الاساس ايها مزكورين ايوة ده في خزينة هو بكام ب الفين و comes com十 Fujimil J ده الخزينة هنا داينة يبقى انا على طول اروع على الجانب الايه الدائن من حساب رأس من حساب Their konar الخزينة رأس الجنب الدقيق من حساب镜خزين شهار الخزينة واخد المبلغ تمام الخزينة 와 win 2500 عملية سهلة هو باسم الطرف المقابل اللي هو مين الخزينة في الداني بياخد اسم الطرف اللي في الجانب المدين اكتب من حساب الاساس تعالوا نشوف قد بعد كدة القد اللي بعد كدة بيقول لي آه من مذكرين حساب الخزينة القد ده في خزينة excited 宅 انا اترحل القد ده يرحلقي حساب الخزين طيب الخزينت هنا مدينة ولا ه designer الطلاب وهذا الخزينة مدينة ب 20 الف جنيع يبقى القدي هرخ في ان لحساب الخزينة في الجانب المدين واكتب في الجانب المدين المبلغ ايه في المدينة 20 الف طيب الخزينة مدينة لمين للطرف الدين اللي هو مين مرافا 해ك الى حساب رأس المال يبقى اكتب هنا فى البيان الى حساب رأس المال كيس ما كلك دي ايضا تم ترحيله ايه لحساب ال largo للا انظر نظرف حساب الخزين تعالوا نشوف قد كمان وبيقول لي من حساب البنك إلى حساب إرادة العقار طب القد ده ظهر في خزينة؟ لا يبقى مش يرحل لحساب الخزينة ممكن بقى يرحل لحساب البنك أو يرحل لحساب إيه؟ إرادة العقار يبقى القد ده مش يرحل لحساب الخزينة أعدي أو أتخطى والقد اللي عندي بيقول لي من حساب المسحوبات إلى حساب الخزينة برافو ده في خزينة يبقى القد ده يرحل ده الخزينة داينة يبقى رؤى على حساب الخزينة في دفتر أستاذ في الجانب إدان واخد المبلغ لأمام الخزينة اللي هو ألف جنيه زي ما احنا شايفين وبعدين أكتب اسم الطرف المقابل اللي هو في القيد ده من حساب المسحوبات يبقى أكتب من حساب المسحوبات آخر كد معايا وبيقول لي من مذكورين حساب البنك وحساب محلات طارق إلى حساب المبعات تب سؤال القيد ده في حساب الخزينة لا يبقى مش هرحل لحساب الخزينة طبعا هو آخر عملية معايا اللي هي في 13-2 يبقى أنا كده عدت على كل القيود اللي بوجودة في دفتر يومية الخاص بالمنشأة وما لقيتش ولا قيد غير القيود اللي أنا رحلتها من دفتر يومية لحساب الخزينة هقف بقى عند كده وأنا عايز أحسب رصيد حساب الخزينة إزاي قدر أجيب حساب رصيد حساب الخزينة أول حاجة أسأل نفس السؤال هي الخزينة ده حساب طبيعته مدينة ولا داين حساب طبيعته مدينة لأن الحسابات حقية قلنا طبيعتها إيه مدينة الزيادة تجعلها مدينة والله سيجعلها دا يبقى لازم الجانب المدين يكون أكبر من الدان أو مساوله لأن طبعا المدينة يعني ايه الخزينة مدينة يعني دي المبلغ اللي دخلت في الخزينة يعني ما الخزينة دا 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 يكون اكبر من الدان او مساولة لان منطقي ممكن اقول ان انا كان عندي ميتة الف جنيه وخرجت ميتة الف جنيه لكن مش عندي ميتة الف وخرجت ايه? وخرجت ميا وواحد طيب انا اول خطوة طالما قلت الحساب دي الخزان دي حساب طبقية ومدين يبقى هروع على الجانب تعال امس معاي كده هروع على طول على الجانب المدين وهك interacts بقى المجموع هينه كده هقول هاجمع الجانب المدين وحط مجموعه في الجانبين طبعا أنا مش عارف الحساب ده طبيعته من دولار ده اجمع الجانبين وفي الغالب المجموع اللي يكون يعني أكبر هيكون ايه هو اللي دل على طبيعة الحساب لكن طبعا المفروض انت تكون عارف طبيعة كل حساب وقلنا الحسابات حقيقة طبيعتها مدينة فلازم مجموع الجانب المديني يكون أكبر من الدائن تعالوا شوف مع بعضها نجمع الجانب المدين 50,000 57,000 27,000 يبقى 77,000 جنيه حط مجموع الجانب المدين اللي هو بيدل على طبيعة الحساب في الجانبين 77,000 بعد كده روح جاي جامع الجانب المدين لان طبعا المديني يبقى الجانب الدائن لان الدائن هيبقى مساوله أو أقل منه ما ينفعش أكتر أجمع 3,700 يبقى 3,700 وعندي كمان 2,500 يبقى يكون عندي 2,000 يبقى 5,000 يبقى 6,200 وبعدين كده عندي كمان 1,000 يبقى 7,200 يبقى المجموع ده 7,200 من 77,000 أنا جامعة تدول لي عشان عايز أجيب الرصيد بقى لازم ده يساوي ده أنا حطت هنا 77,000 يبقى يساوي بقى بالجانبين حاجة اسمها رصيد إيه مرحل ده يجي بقى بالإيه بالفرق جامعة تدول لقيتم 7,200 هترحهم من المجموع الكلي 77,000 علشان يطلع النات الكام هقول بقى 9,6800 طرحت 7,200 من 77,000 ده سمي رصيد إيه مرحل واجيبه هنا اليمنى التالي كده تحت المجموع وسميه رصيد منقول وأخبر أعزائي الطلاب إن الرصيد المنقول هو اللي بيدلل على طبيعة بيدلل على طبيعة الحساب 6,9,800 يبقى أنا عندي كده رصيد حساب الخزينة 69,800 يبقى أخب بالي ده الطريقة اللي برحل بقى معنات من دفتر يومية لدفتر الأستاذ وإزاي بجيب الرصيد الرصيد ده جيب الفرق بين مجموع الجانب الدائن ومجموع الجانب المدين اللي هو طبعا المدين أكبر تعالوا نشوف إزاي هنصور حساب رأس المال وناخد بالنا إن العملية بسيطة خالص مفيش فهم مشكلة هو طلب مني حساب رأس المال هسطر كده على طول حساب رأس المال طبعا هنكتفي بالإيه بالبيانات الأساسية وعندي هنا قوة على طول جانب مدين وجانب دائن عملية بسيطة خالص سطرت صفحة من صفحات دفتر الأستاذ لحساب رأس المال وقادي عندي الجانب المدين قادي مدين أو منه ودداء وهكتب من حساب رأس المال وده طبعا كان الحساب الثاني اللي هو طلبه مني فهدوله رقم اتنين وعايز أخذ بالي من حاجة معينة إيه هي عزيزة الطلاب أنا هروح بقى على دفتر اليومية وابتدي بنفس الطريقة أمشي أشوف القيود اللي جي فيها حساب رأس المال تعالوا نشوف كده أول كده عندي بيقول لي من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال طيب أسأل نفس السؤال أول القده ظهر في رأس المال أيوة طيب رأس المال مدينة ولا داين داين يبقى أنا هروح على الجانب الدائن في حساب رأس المال وأخذ المبلغ اللي قدام رأس المال اللي هو خمسين ألف جنيه واسم الطرف المقابل للحساب رأس المال اللي هو الطرف المدين اللي هيكون حساب الخزينة يبقى أكتب هنا من حساب الخزينة من حساب الليه الخزين أخذ بالي أن رأس المال ده حساب طبيعته دائن يبقى لازم الطرف الدائن يكون إكبر من مدين وطبعا عند الرأس المال فلازم دايما للجانب الدائن أكبر ونتقل على القد التالي ف vieux物 هو هنا رأس المال يبقى ستخطى القد واجيب القد التالي القد اللي بعده لا يجب هناك رأس المال لم يجب هناك رأس المال لم يجب هناك رأس المال يبقى بنفس الطريقة عد على كل القد لم يجلبه رأس المال يبقى عندي هنا رأس المال داين بخمسين ألف جنيه أيضا يبقى يسجل خمسين ألف جنيه للطرف المدينة اللي هو من مذكورين أجنب الدائم في الجانبين هنا مئة ألف هنا مئة ألف وهطرح مئة ألف من ما فيش طبعا عندي هنا أي مبالغ يبقى يكون الرصيد المرحل مئة ألف والرصيد المنقول مئة ألف جنيه رصيد منقول هيكون مئة ألف جنيه دي أعزائي الطلاب الطريقة اللي برحل بها العمليات من دفتر يومية إلى دفتر أستاذ تعرفنا النهاردة على العمليات الخاصة بالمسعوبات وكيفية ترحيل العمليات المالية من دفتر يومية لدفتر الأستاذ يارب تكونوا يستفدتم من حالة اليوم ونحب بالنا أن دي مهارات أسسية ومهمة ولا يخلو اختبار من اختبار مبادئ المحاسبة المالية منها إن شاء الله بإذن الله نكمل حديثنا عن موضوع جديد من موضوعات المحاسبة المالية في حلقة قادمة انتظرونا وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر